أهلا بك يا كابتن أهلا بك يا سهام طبعا أنا بأيدك تماما مبروك للنادي الأهلي صفقة على كل المستويات على المستوى الفني زي ما تكلمنا بيدعم خط دفاع النادي الأهلي مع وجود أيمن أشرف ورجوع إن شاء الله محمود متولي وسعد سمير وياسر إبراهيم وبنتكلم على عناصر كتيرة جدا جدا من عناصر القوة في النادي الأهلي وزي ما تكلمنا بنقول أني دايما أنظار لعيبة العالم كله حتى على الوطن العربي هي النادي الأهلي وجهته طبعا للنادي الأهلي وطموحات كبيرة جدا جدا لبدر مبانون عنصر مهم جدا إن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي وهو كمان زي ما سهام قالت متمسك بالنادي الأهلي يمكن سمعنا أخبار قبل كده في بعض العروض الخليجية بأرقام كبيرة جدا لأنه لعيب كبير لكن تمسكه بالنادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي بيعلن رسميا وزي أقول دايما لحضراتكم إحنا دايما النادي الأهلي بيعلن عن صفقات وإحنا كمان بنعلن عنها وإن شاء الله صفقات مستمرة في إن شاء الله المستقبل جاي تدعيم كل صفوف فريقنا إن شاء الله على المستوى الوسط الملعب على مستوى الهجوم عشان دايما النادي الأهلي بينظر إلى البطولة بيكون دايما نظرته هو الحصول على البطولة فده بيحتاج لعيبة كتير جدا كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة اللي جاي